سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة خرج إلى نخل مكان كده بستان كان بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لهذا المكان تابعه عبد الرحمن بن عوف فوجد النبي قائما يصلي رقع ثم سجد فأطال السجود حتى ظن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أو قبضه الله فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف فرفع النبي رأسه وبعدما انتهى من صلاته قال له ما لك يا عبد الرحمن فقال له خشيت عليك يا رسول الله ظنت انك موت او ان روحك طلعت الى السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل جاءني فقال يطر جبريل قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم لو حبين تعرفوا تابعونا للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطر عندما جاء سيدنا جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد ايسرك ان من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه لما حضرتك وحضرتك تصل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي حيرض عليكم الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام فلما حضرتك تصلي جبريل يصلي عليك لما حضرتك تسلم جبريل بيسلم عليك لما حضرتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فجبريل يرد ولك بمثل والدعاء من الملائكة يكون بالرحمة والمغفرة والبركة والرزق الوفير ده جزء من فضل الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي ربنا امرنا كلنا ان احنا نصلي عليه في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا ايوة حضرتك وحضرتك يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طبعا لما صل على النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاجر والثواب والفضائل ايه اللي حاخدها عد معايا كده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء لما تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هتأخذ ثلاثة جوائز قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه بها عشر خطيئات ورفعه الله بها عشر درجات عشر درجات في الجنة على كل صلاة وسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انت اكثرت من الصلاة والسلام على النبي اول النهار واخر النهار ابسط ستنال شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي في اخر النهار ادركته شفاعتي يوم القيامة ده كمان فوق ده كله انت هتاخد اجر كبير جدا تخيلوا ان ربنا يزيح همك ويغفر لك ذنبك ايوة والله يا صاحب الهم ان الهم مفرج ابشر بخير فان الفارج الله ببركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه بيحكينا قصة لطيفة حدثت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل يعني انقضى ربع الليل قام فقال ايها الناس اذكر الله اذكر الله جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه جاءت الراجفة تتبعها الراجفة فقال ابي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم اني اكثر من الصلاة يعني من الدعاء فكم اجعل لك من صلاتي قال له النبي ما شئ قال اجعل لك الربع قال ما شئت وان زدت فو خير قال النصف قال ما شئت وان زدت فو خير قال اذا اجعل لك صلاة كلها يعني دعاء كله وذكر كله اجعل لك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك وفي رواية اذا يكفيك الله ما اهمك من امر دنياك واخرتك فلو حضرتك بتشتكي كثرة الهم والكرب والغم والكلام ده كله اكثر في المقابل من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما تنساش كل ما تجي تدعى ربنا دايما قدم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم طب صلي على النبي ازاي صلى على النبي كده في سرك وركز معايا واعرف صفة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم علشان تتعلم ازاي تقولها صح أول صفة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي صفة تانية للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مش حافظ الكلام ده ومش عارف أحفظه حضرتك قول كده اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان تاخد كل الأجر اللي قلناه ده وزيادة وأضعاف مضاعفة نسأل الله سبحانه وتعالى مرافقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته وأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا والسلام